فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي تريد إلينا عبر صفحة القناة أخونا السائل يقول اشتريت سلعة بالتقسيد على 12 شهر وبعد 6 شهور الحمد لله جهزت باقي الفلوس كلها فهل لي الحق أن أطالب البائع بنسبة خصم يقول للأخ السائل بارك أنه فيك ابتداء ليس لك الحق أن تطلب من البائع نسبة خصم لأن بينك وبينه عهد يجب عليك وعليه الوفاء به ألا وهو القسط على 12 شهر إنما مسألة أن تطالبه على سبيل الإلزام هذا ممنوع لكن لو أن هذا الرجل البائع وافق من تلقاء نفسه أو بناء على رجاء منك في فرق بين الطلب الإلزامي والمطالب كأنه حق وابين الرجاء لو أنك ألزمت فهذا ليس لك لكن لو أنك رجوت والرجل البائع مشكورا وافق وخصم ليك نسبة معينة على هذا المبلغ المتجمد اللي انتهى تدفعه مرة واحدة فإن هذا يكون من حسن المعاملة من هذا الرجل بارك الله فيه وهذه المسألة مسألة ضع وتعجل مسألة ضع وتعجل يعني خفف مبلغ الدين وتعجل خد فلوسك كاملة خد فلوسك وسيب لي نسبة هذه المسألة هي مذهب الإمام بن عباس رضي الله عنهما يعني هو صحح هذا هذه الفتوى أو هذا الرأي أو هذا المذهب عليه رضوان الله تبارك وتعالى فإن كان هذا برضى وموافقة البائع فهذا خير وبركة أما على سبيل الإنزام منك له على أنه حق فإن هذا ليس صحيحا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا السائلة تقول نذرت أم أطبخ وأطلع واجبات للغلابة في منطقتي بس في ظل الظروف الحالية الناس محتاجة الفلوس ينفع مكان الأكل أطلع فلوس الله مستعان يا جماعة إحنا ليه غويين التغيير والتبديل يا بنتي أقول وبالله التوفيق أنت ألزمت نفسك من غير إلزام من الله ولا من رسوله أنت فرضت على نفسك ما هو النذر ده فرض الإنسان على نفسه النذر الفلاني وذالما كانش مفروض عليه سابقا من الشارع الحليف لكن إنك خلاص نذرت فإذا نذرت واجب عليك الوفاء مع الوضع في الاعتبار إن النذر المشروط اللي هو لو شفتني أصوم لو شفتني نجحتني مثلا أطعم هذا النذر المشروط مكروه عند عمة أهل العلم وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقولته الشهيرة إنما يستخرج به من البخيل لكن مدم نظر إذا ما يجب عليه الوفاء فإنت نظرت يا بنتي فواجب عليك الوفاء بالنذر ذاته واجب عليك أن تفي بالنذر كما نظرتي لو أنت نظرتي إنك تعطي للناس فلوس يبقى واجب عليك تعطيهم فلوس لو أنت نظرتي إنك تطعيميهم يبقى الوفاء الواجب هو الوفاء بالإطعام حتى تكون بالفعل ووفيت بالنذر من حيث المبدأ ووفيت بالكيفية في إخراج هذا النذر كما نظرتي الإطعام يبقى إطعام الفلوس يبقى فلوس الذبح يبقى ذبح وهكذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة على النبي محمد ما عليش فيه إضافة بسيطة دائما الناس تذكر إنه إحنا نغير ليه لينخلي زكاة الفطر فلوس عشان الفلوس أنفع للفقير يعني هو الإطعام مش أنفع للفقير زي أختنا دي هي نظرة الإطعام طب هو الإطعام مش الفقير برضو محتاجه الإطعام يعني هو الفقير لو خد الفلوس هيعمل بها إيه هيشتري بها إطعام يبقى إحنا بنوفر عليه الطريق والمسافة وبنجيب له الإطعام كما نظرنا إحنا لحد بابه والأصل إنه المسلم منه لا يشغل نفسه بحال الفقير إنما يشغل أو بما ينفعه إنما يشغل نفسه أولا بالوفاء بالشرع فالشرع أعلم قل أأنتم أعلم أم الله هو ربنا قال إطعام يبقى إطعام ففدية طعامه مسكين يبقى الفدية إطعام طعام مسكين ربنا لم يذكر النقد ولا الدرهم ولا الدينار في القرآن قال إطعام عشرة مسكين يبقى إطعام قال إطعام ستين مسكين يبقى إطعام قالش فلوس ولا نقد ولا درهم ولا دينار فإحنا مش عايزين نكون دائما غويين التغيير والتبديل في صفة الشرع إنما يجب علينا الالتزام بالشرع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وإن تطيعوه تهتدوا هكذا قال الله عز وجل في كتابه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السال يقول ما حكم من أتى إلى عالم روحاني لطلب المساعدة للعمل روحاني أنا أقول وبالله التوفيق يا أخي الكريم العالم اللي أنت بتسميه عالم روحاني درج الكاهن درج الدجال درج الساحر إنما كلمة روحاني دي زي تسمية الأشياء بغير اسمها يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها يقول لك مشروبات روحية ما هي خمر بس سمها مشروبات روحية تدليسا على الناس وتلبيسا على الناس أمر دينهم لكن هي خمر واخد بل حضرتك فأنت ما تعمش على عم هؤلاء الدجالين الكهنة الصحرين الذين يروجون لأنفسهم ما هو عارف لو قال لك أنا دجال مش هتروح له تقول له أعوذ بالله دجال ودجل هذا حرام ولو قال لك أنا كاهن هتقول أعوذ بالله من الكاهن والكهنة ولو قال لك أنا ساحر هتقول أعوذ بالله من السحر ومن الصحرة لكن يلبس عليك إزاي يقول لك أنا عالم روحاني أو فلندا عالم روحاني وكلنا يحفظ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما دا لو رحل فقط طيب وإذا رحل وأخذ منه كلمتين وصدقهم أو صدقه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فالليسمع التحذيرين دول تحذير الأولاني الحالة المخففة ليذهب إلى الكاهن أو إلى العالم الروحاني عشان يسألوا بس الذهاب ذا بس لا تقبل له الصلاة لمدة أربعين يوم طيب وإذا رحلوا وصدقوا كمان بما قال يبقى المصيبة أشد وأعظم قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد طيب أخونا السائل يقول أنا أهلي مش بيوافقوا لدي بنتنا السائلة بنتنا عندها أربع تشر سنة أهلها لا يوافقوها على أن تصوم أيام التطوع قالت زي أيام النصف من شعبين وبيقولوا أنت لسا صغيرة مع أن عمري أربع تشر سنة يعني مكلفة أعمل إيه عشان يخلوني أصوم أعمل إيه عشان يخلوني أصوم أولا النصيحة الأولى للأهل نقول للأهل أيها الأباء وأياتها الأمهات والإخوة وأخوات بارك الله فيكم أنتم تسعدون في بيتكم وتفرحون إذا كان ابنكم أو ابنتكم داخل في طور الالتزام فيحافظ على صلاة أو صلاتها ويحافظ حتى على بعض السنن والمستحبات كشيء من قيام الليل أو شيء من قراءة القرآن أو شيء من المحفظة على الأذكار الراتبة أو الأذكار غير الراتبة أو الأذكار المطلقة كصيام بعض أيام النوافل يعني صيام أيام شعبان صيام أيام التسع الأول من ذي الحجة صيام عرفة صيام عشوراء صيام أيام شهر الله المحرم لما نشوف ابننا ولا ابنتنا داخل في طور هذا الالتزام بهذه السورة إحنا نفرح فيما بيننا وبين أنفسنا ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة إن فيه ولد صالح هو ذخر لنا في الدنيا وذخر لنا بعد مماتنا أو ولد صالح يدعو له كما قال عليه الصلاة والسلام مش إن إحنا نكسر مآديف الولد ولا البنت لما داخل في طور التدين والالتزام ونقول لها أنت لسه صغيرة ما تتعيبش نفسك في الصيام مدام هي عايزة تصوم والرغبة موجودة ولسه بنت بخيرها عندها 14 سنة يعني تستطيع أن تصوم وهي في عنفوان شبابها فالصيام لا هيشق ولا هيضر في هذه الحالة فاترقوا ابنتكم أو ابنكم يطور من نفسه في طور الالتزام والتدين حتى يكون قريبا من الله عز وجل ولدا صالحا أو ابنة صالحة تنتفع بها في الدنيا ويكون نور وثير وبركة في البيت ويكون مش على تذكرة ونصيحة لولاد البيت اللي جايين يعني أبنائكم اللي هيشوفوا الابن الكبير ملتزم يطلعوا زيه هيشوفوا أختهم الكبيرة ملتزمة يطلعوا زيها وفي نفس الوقت تنتفعون بها في سمعة حسنة فمن يرى هذا الابن ويرى هذه البنت يقول رحم الله من رباكم ومن علمكم ومن أدبكم وفي نفس الوقت تنتفع بها أو به بعد الممات كما قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له طيب البنت أو الابن ماذا نقول له نقول حسن علاقتك بأهلك وكن حسن المعاملة معهم وكن بارا بهم قدر الاستطاعة وكن سماعا مطيعا لأوامرهم في المعروف إنما الطاعة في المعروف هم إذا وجدوا منك حسن المعاملة وحسن الأدب في البيت والأخلاق الحسنة في التعامل مع البيت خاصة الأبوين والإخوة والأخوات ربما هذا يحفزهم ويشجعهم على أن يشجعوك على مزيد من التدين والالتزاب ثم إذا فعلت هذا أيتها الإبنة الكريمة يعني أنصحك أنك ممكن تتخفي بصيامك في هذه الحالة لو هم مصرين تفطري ممكن تتخفي بصيامك وارد الاحتمال ده طبعا وارد الاحتمال ده هناك من غير المسلمات من تسلم وهي في بيت أهلها اللي هم على غير الإسلام وتصلي خفية وتصوم خفية وتقرأ القرآن خفية وتعيش على هذا مش شهور ودهور إنما تعيش على هذا السنوات فإذا فعلت هذا فهذا من المجاهدة للنفس ومن حسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى وربك يعينك إن شاء الله والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يقول هل تصح العمرة بالتقسيط عبر البنوك يا أخي الكريم ممكن العمرة بالتقسيط تجوز من شخص قريب يقصت لك مبلغ العمرة أو من شرك السياحة تقصت لك مبلغ العمرة بشرط إنه الدين كما هو بدون فوائد يبقى على سبيل القرد الحسن وكذلك إذا كان من البنك كده قرد حسن أهل وسهل أما إذا كان هذا القرد بفائدة العمرة تكلف 30 يحسبها لك باربعين بالتقسيط فإن هذا قطعا لا يجوز وإعلم أخي الكريم أيها السائل الكريم إن العمرة ليست فريدة ماهيش فرض علينا حتى الحج نفسه ليس مفروضا على سبيل الفرض والرقن إلا من استطاع إليه سبيلا وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده فإحنا مش عايزين نتكلف ونغالي في ديننا ونوجب على أنفسنا ما لم يوجبه الشرع لا بحجة ترهقنا مديا وإحنا مش مستطعين أصلا أو تدخلنا في قرد ربوي ولا في عمرة من باب أولى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام معنى فاصل قصير إن شاء الله عز وجل فانتظروا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 أهلاً بكم وفيق ما زلنا تقريباً في هذه الحلقة كنا نتكلم إحنا مش عايزين نكون غويين التغيير والتبديل في ثوابة الشرع شرعنا الحنيف قال فكفارته إطعام عشرات مساكين إطعام ولم يقل بالبدل إلا هو الدرهم ولا الدنار ولا الفلوس فلين نغير ونبدل في صفة الإطعام صفة الكفارة الواردة بنفس القرآن الكريم غلط مش غلطه بس حرام بغير بينا نبدل ونغير في الشرع لا الشرع أودى بالكفارة من حيث المبدأ يبقى على العين والراس الكفارة فرض في حقنا في حق من وقع في الغلطة دي طيب الكفارة الشرع ألزمها أو فرضها فرضها إيه فرضها فلوس والله هندفع فلوس أحب إلينا في هذه الحالة مدام هي فرض الشرع طيب الشرع لا ما فرضش فلوس إنما فرض طعام يبقى الواجب علينا في هذه الحالة تعظيما للشرع وانصياعا له سمعنا وأطعنا إن إحنا نخرج الإطعام الكفارة إطعام وليس بالبدل النقدي والفلوس والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول ما حكم قراءة القرآن في الميات أو المآت طيب يا أخي الكريم أقول وبالله تعالى التوفيق إحنا مرجعيتنا كمسلمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام طيب نسأل ألم يكن أحد يموت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب طبعا كان هناك من يموت من الصحابة بل في بيت النبي نفسه عليه الصلاة والسلام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة زوجته رضي الله عنها ولم يقم النبي لها مأتما صلى الله عليه وسلم من الذي قرأ في صوان المأتم بتاع السيدة خديجة معاذ بن جبل ولا أبو موسى الأشعري ولا أبي بن كعب ولا مين لا أحد لأنه لم يكن هناك مأتم أصلا ولا تجمع للعزاء كما هو حاصل الآن طيب ماتت ابنته زينب الكبرى رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعل لها النبي مأتما ولا محفلا لأداء العزاء ولا جلب لها قارئا من أصحابه ولا هو قرأ بنفسه عليه الصلاة والسلام طيب ماتت بعدها رقية زوجة عثمان البنت الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل نبي ذلك أيضا وماتت بعدها أم كلثوم الابنة الثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام زوجة عثمان الثانية ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم لها مأتما ولا جلب لها قارئا عليه الصلاة والسلام وهلما جر مات الحمزة ومات غير من الصحابة رضي الله عنه كتير كتير ماتوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومع ذلك لم يقم مأتما صلى الله عليه وسلم ولم يجلب قارئا لأن هذه الصورة ليست من هديه صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان المأتم والقارئ اللي بيأتي في المأتم ويقاولنا على الأجرة ربع القرآن بعشرة ألاب بخمستاشر ألف بعشرين ألف فيجي القارئ الشهير قارئ الإزاعة أو التلفزيون كما يقولون ويجي يقرأ ربعين في صوان أو المحفل بتاع العزة وياخد على الربعين تلاتين ألف ولا أربعين ألف ولا ستين ألف وربما أزيت في بعض الأحيان مشاهير الكبار طيب هو ده الصورة دية منقول عن السلف قطعا لا لو كان خيرا لو الصورة بتاع المأتم والعزاء والقارئ دي خيرا للميت لكان أولى أن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولكان أولى أن يفعلها الصحابة من بعد رضي الله عنهم أجمعين لكن ده ما حصلش لا في عهده ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين رضي الله عنهم أجمعين طيب لو كان هذا المأتم والصوان والقارئ وكلام ده أفضل وخير للأحياء نفسهم لأم أهل الميت لكان أولى أيضا به أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يفعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو التابعون رضي الله عنهم أجمعين لكن لا فعله عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة فعلوه ولا التابعين فعلوه رضي الله عنهم أجمعين فعما أخذنا ديننا أيها الناس إن هذا الأمر دين فانظروا عما تأخذون دينكم إحنا ما أخذناش هذه العادة لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين فانظروا انظروا دواروا معه انظروا عما أخذتم هذه العادة لأنكم لن تجدوا لها أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين بل ولا في سنة الصحابة أجمعين بل ولا في سنة التابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين واسمع كلمة الإمام بن كثير عليه رحمة الله يقول ما لم يكن في عهدهم دينا فلن يكون إلى يوم القيامة دينا الدين ما كانوا علي أما ما استحدث من بعدهم فهذا من المحدثات والبدع كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو قال كل عمل ليس عليه أمرنا فليس منه أو قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور لي رسول الله قال فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد طيب أختنا السائلة ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته تقول اليوم كنت صائمة صيام قضاء لكن استيقظت من النوم سريعا وشربت الماء وأنا لا أدري هل هذا الشرب كان قبل الفجر أو بعده فانتبني الشك هل أفطر ولا أكمل اليوم أقول لابنتنا السائلة معلش هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم فبعضهم يقولون خذي بالأحوط أنت شربتي ولا تدري هل الشرب كان في وقت الإمساك يعني قبل الفجر ولا كان بعده في وقت الصوم فيجعلون هذا الشك مفسدا للنية ناقدا للنية ويقولون اعتبري هذا اليوم ليس من أيام صومك أفطري لا تكملي صيامك وعليك أن تأتي به قضاء بعد ذلك إن شاء الله عز وجل لكن المحققون من أهل العلم يقولون أنت شربتي على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد ومدام شربتي على سبيل الخطأ حتى لو تبين أنه كان بعد الفجر أنت شربتي على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد وهذا الخطأ معفو عنه في شريعتنا قال ربنا تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ زي ما حصل منها كده الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويذكرون في هذا المقام حديث الصحابي الجليل الذي لما سمع الآية فقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قالت الآية نزلت إلى هذا الحد فقط فذهب إلى خيمته فجعل عند وسادته عقالا أسود وعقالا أبيض وظل يأكل ويشرب حتى استبان له العقال الأبيض من العقال الأسود لكن لما خرج من الخيمة فوجئ أنه النهار اتضح يعني كان بياكل ويشرب لحد النهار بياضه ما ظهر وعلي فعلى طول ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء إنما قال له إن وسادك إذن لعريض يعني أنت فتحت الدنيا أكثر شويتين إن وسادك إذن لعريض إنك تابعت الأكل والشرد حتى اتضح بياضه النهار فأنزل الله عز وجل هذه الكلمة تتمة الآية قول من الفجر ليعلم هذه الأمة أن بداية الإمساك والشروع في الصوم هي عند الفجر الصادق حتما يعني كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وكذلك الصيام له كتاب موقوط في القرآن الكريم اللي هو بداية الصوم موجودة في القرآن اللي هي من الفجر ثم بداية الإفطار آخر اليوم وارد في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا ثم غربت الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فدول الطرفين بداية الصوم ونهيته بداية في القرآن من الفجر ونهيته في السنة إذا غربت الشمس وأدبر النهار وأقبل الليل فقد أفطر الصائم هكذا قال عليه الصلاة والسلام فالحقيقة المحققون ذهبوا إلى الميلي لهذا القول أنها تقمل صيامها لأنها أفطرت على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد وما كان على سبيل الخطأ فهو معفو عنه في شريعتنا كما أسلفت والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أخي الكريم ورحمة الله وبركاته يقول ما مصير المنافقين سأل لي يا رب ما مصير المنافقين في الدنيا والآخرة الله يسمحك أقول للأخ الكريم بارك الله فيك أما مصير المنافقين في الدنيا فهم يا حبيبي ملء السمع والبصر فهم يا حبيبي ملء السمع والبصر هم يتصدرون المشاهد دائما هم متصدرين الصحف والمجلات ونشرات الأخبار ومكالات الأنباء والتقارير الإخبارية وحتى على مواقع التواصل هم متصدرون المشهد تماما في الدنيا وربما أعجب بهم وفوتنا بهم كثير من العامة هذا حلوم في الدنيا مناش حيلة أما في الآخرة فالوضع عكس كده تماما في الآخرة قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الوضع اختلف في الآخرة تماما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بعدما كانوا متصدرين المشاهد والمجالس وإلى آخره في الدنيا خلاص كل تضع وتبدلت أحوالهم إلى أنهم كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وكما قال الله عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فاللهم سلم 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 حالهم في الدنيا يغطر بأنفسهم ويغطر بهم العامة إلا من رحم الله عز وجل ويتصدرون المشاهد جميعا وأما في الآخرة فهم أبأس خلق الله فهم والكافرون في جهنم جميعا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا السائلة تقول عندي صديقة مريضة بالسرطان وهتجري عملية استئصان وأنا أريد أن أدعمها نفسيا وأريد أن أعمل لها مكياجا وأن أشتري لها باروكة لأن شعرها سيتأثر حتما بالعلاج الكيماوي وكل ده سيكون في البيت هل علي أو عليها ذنب أولا نقول لهذه البنت أو الأخت المريضة عافاك الله وشفاك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله عز وجل أن يرزقك الصبر والاحتساب والثبات وأن يجعل هذا المرض كفارة لذنوبك ورفعا لدراجاتك إنه ولي ذلك والقادر عليه أما ما ذكرته ابنتنا في السؤال أن هي عايزة ترفع من نفسيتها ومعنوياتها داخل البيت فأنها تجري لها المكياج وإلى آخر حتى لا يعني المريضة ترى شكلها الباهت وليبدو عليه الإرهاق بسبب الجرعات التي ستتناولها من الكيماوي عافانا وعافاكم الله وتجري لها مكياج وملابس هذا شيء طيب مدام داخل البيت ما فيش مشكلة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لكنها تكمل وتقول وأريد أن أشتري لها باروكة حتى تضعها على رأسها داخل البيت عوضا عن الشعر المتساقد بسبب جرعات الكيماوي أو علاج الإشعاع هنا بقى مربط فرص أنه الباروكة اعتبرها كثير من أهل العلم ممنوعة شرعا لأنها وصلا للشعر وصل للشعر والنبي عليه الصلاة والسلام لعنى الواصلة والمستوصلة لكن بعضا من أهل العلم المعاصرين يقولون إلا ما اضطررتم إلي يعني إيه إلا ما اضطررتم إلي يعني هذه امرأة تآكل شعرها بسبب المرض وبسبب العلاج الكيماوي والإشعاعي ونحن نريد أن نرد الخلقة لأصلها أن نعيد لها شعرا ولو كان مستعارا حتى يعني ندعمها نفسيا ونرفع من معنوياتها لأن الأذى النفسي أذى مؤلم جدا ربما في بعض الأحيان يزيد الأذى النفسي عن أذى المرض نفسه وعن أذى التداوي الإشعاعي أو الكيماوي نفسه فنحن نريد أن نرفع معنوياتها ونزيل عنها الأذى النفسي وفي نفس الوقت هي لن تخدع أحدا يعني مش لسه فتاها تتخطب فإحنا نلبس وندلس على الخاطب إن دا شعرها بينما هو باروكة إنما زوجها يعلم بالحال أو هي في بيتها حتى ولو كانت فتاة فهي تفعل هذا دعما لمعنوياتها ونفسياتها فأجازة هذا عند الضرورة اعتبروا هذه ضرورة وأجازها بعض من أهل العلم المعاصرين الحقيقة أنا محتاط ومتحفظ على هذا القول ويعني ارتياحي لما حققوه من القول الأول أو لما رجحوه يعني من القول الأول ألا وهو أن الأحوط للدين والأبرع للذمة اعتبر هذه البروكة شيئا من وصل الشعر الممنوع شرعا الذي ورد فيه النص الذي ذكرته لحضراتكم ولكن قالوا لو أنها زرعت شعرا بيأخذوا شعر من أي منطقة في الجسد ويزرعوا أو المتبقي في الرأس ويزرعوا هذا الشعر في الفروة الرأس ويكون هناك نوع من متابعة العلاج حتى ينمو هذا الشعر فإنهم يقولون هذا بديل أفضل من قصة البروكة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا السائلة تقول نويت العمر من المقات ولكن كنت مريضة في الحقيقة لم أستطع القيام لأداء العمر إلا بعد أربعة أيام هل هذا يجوز؟ نعم أنت ما زلت في الأيام الأربعة بسبب مرضك أنت معذورة طبعا أنك لم تسارعي إلى العمرة إنما أنت في هذه الأيام الأربعة مع مرضك أنت ما زلت محرمة يجب عليك الحفاظ على عدم إتيان شيء من محذورات الإحرام وإذا أعانك الله عز وجل وتخفف مرضك شيئا ما وستطعت أداء العمرة فبها ونعمة ولله الحمد والمنة وليس عليك شيء ونسأل الله لنا ولك القبول في عمرتك وسائر أعمالك وأعمالنا إنه ولي ذلك والقادر علي وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم وقت حلقتنا قد انتهى جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة والشكر موصول طبعا لفريق العمل جزا الله الجميع خيرا وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أطيب تحية فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون